أستغذر حضرتك بس لأن جلنا ورد لنا خبر عاجل أن المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب قال أن الحكومة هتعرض البرنامج على البرلمان يوم 19 مارس الحالي قال أن هناك اتفاق مبدئي على أن هذا اليوم ليكون البرلمان أرسل اللائحة إلى مجلس الدولة موضحا أن الحكومة جاهزة ببيانها إلا أن البرلمان هو الذي لم ينتهي من لائحته وحول آلية صرف رواتب الموظفين المدنيين بالدولة أكد المستشار مجدي العجاتي أن كل الموظفين صرفوا رواتبهم بالفعل وأنه لا يوجد لغة في هذا الصرد مشيرا إلى أن احتساب المرتبات يتم بناء على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية ده بيان الحكومة على لسان المستشار مجدي العجاتي إذن يوم 19 مارس هو الموعد المرتقب لعرض بيان الحكومة على مجلس النواب علشان نسمع نشوف إيه هي الحكومة وخطتها وهتعمل إيه ومجلس النواب يكون انتهى من اللايحة الداخلية وأتمنى كمان أنه يكون خلص موضوع اللي جاء ترجمة نانسي قنقر